بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في مجموعتكم PMP Study Group في المجموعة دي هدفنا ان احنا نساعد اي واحد بيفكر ان هو يجتاز امتحان PMP في ان احنا ندله على الطريق ونقف معاه فترة المذاكرة لغاية ما نوصل لان احنا نقدر نجتاز الامتحان مع بعض باذن الله الفيديو ده فيديو تعريفي هيبقى هنشرح فيه ازاي المشوار بتاعنا هيتم وهنعمل ايه خلال الفترة الجاية مع شوية نبازات تعريفية كده عن الموضوع في البداية واتس PMP عندنا عايزين نعرف ايه هو PMI والPMP والنولدج اريا اللي بتتكلم فيها الشهادة PMI هو معهد Project Management Institute معهد خاص بادارة المشروعات وبيضع Standard او مقاييس لمعظم علوم ادارة المشروعات من ضمنها Project Management او ادارة المشروعات وحط فيها Certificate شهادة اسمها PMP او Project Management Certificate بقت اقوى شهادة عالميا في مجال ادارة المشروعات النولدج اريا اللي بتتكلم فيها الشهادة بتتكلم فيه السكوب بتاع المشروع ايه هو النطاق او ايه هي الحاجات المفروض ان انا اعملها في المشروع التايم اللي هو التايم فريم انا هعمل المشروع ده في مدة قد ايه تكلم في الكوست التكاليف بتاعت المشروع ازاي ان انا اعمل لها استيميشن وبودجتينج وكنترول تكلم في الكواليتي نفس الشيء البلانينج للكواليتي والكنترول وبتتكلم برضو فيه موضوع الكمميليكيشن والهيومن رسورس والريسك والبروكيورمينت والستيكهولدر زي ما هنشوف خلال الفترة دي واي بي ام بي في بعض العناصر اللي بتخلينا مهم جدا ان احنا نكتاز الامتحان اول حاجة Talk the same language محتاجين ان احنا كلنا نبقى بنتكلم بنفس اللغة يعني بنستخدم نفس المصطلحات عشان لما اقول كلمة زي Earned Value ولا Work Breakdown Structure يبقى كل الناس فاهمين ايه هي المعناها فبالتالي لو احنا بننفذ مشروع وفي ميتينج عشان نعمل حاجة معينة او في الموقع او في اي مكان في المشروع فاحنا محتاجين لما نقول مصطلح يبقى متفق فعلا عليه فده بيخلينا ان احنا لما نبقى دارسين كلنا standard واحد معترف به موضوع من ناس يعني كبار في المجال نفسهم فبالتالي بنبقى بنتكلم نفس اللغة النقطة التانية YPMP Professional Development لشك ان انا محتاج ان انا نمي نفسي باستمرار ما اقفش عند الفترة او النقطة اللي انا وصلت لها في التعلم من خلال التعلم الاكاديمي في الكلية سواء كان بكاليريوس او ماستر او حتى دكتوراه محتاج ان انا اعرف ايه هو البراكسيز الجديدة فبالتالي محتاج اعمل development لنفسي الماركت challenges وكلنا حاسين يعني دلوقتي في الفترة الحالية الماركت عامل ازاي والسوق بقت الفرص فيه ما بقتش زي الاول بقت المشاريع قليلة في مجال ادارة المشروعات سواء كان في ال construction او في غيره فبالتالي يعني ده يديني دافع ان انا احاول ان انا اعمل enhancement لنفسي او اعمل حاجة تميزني عن البقيين بحيث ان ال CV بتاعي فعلا يكون قوي واقدر ان انا انافس مش ال CV اللي مكتوبه على الورق بس لا كمان ال CV بتاعنا من خلال skills والknowledge والabilities اللي عندي اللي اقدر ان انا وانا في الانترفيو وبعد كده وانا في الشغل نفسه ان انا استخدم الكلام ده واطبقه وابقى فعلا بتكلم بprofessional language او بskills professional النقطة اللي بعد كده هي هو او مين مين اللي يدخل الامتحان مين اللي مؤهل ان يدخل الامتحان eligibility او الاهلية او مين يكون مؤهل ال PMP حط او ال PMP حط شروط لشهادة PMP بحيث ان اللي يدخل لازم تحقق في بعض الشروط الاتية مقسمها جزئين عشان الناس اللي معاهم بكاليريوس اربع سنين او معاها secondary degree بس يعني زي diploma او كده احنا خلينا في الجزء التحتاني لان اتوقع ان كلنا هنبقى معانا ال four year degree او اللي هو بكاليريوس او اكتر من اربع سنين بيقول ان مينمم تلات سنين يكونوا ستة وتلاتين شهر وفيهم اربعة تلاف وخمسمية ساعة عمل وما يكونش فيهم overlap يعني ما حطش حاجات مشروع مع مشروع في نفس الوقت وبالاضافة لكده ال 35 contact hours of formal education عبارة عن كورس او شهادة لتبين اننا درست حاجة في ادارة المشروعات ممكن تكون شهادة واحدة ممكن تكون اكتر المهم ان مجموعهم 35 ساعة ومش شرط يكون اسمها project management preparation course مثلا او حاجة خاصة بالPMP لا ممكن اي شهادات خاصة بالproject management ويكون مجموعها 35 ساعة سواء كانت شهادات كورسات او شهادات اكاديمية كل ده بيكون مقبول المهم ان فيه دراسة لمدة على الاقل 35 ساعة يبقى الشرطين الخبرة اللي هم 36 شهر وفيهم 4500 ساعة والشرط التاني الكورس اللي هو مدته 35 ساعة طبعا الشرط ان شاء الله يعني الاثنين تحقيقهم سهل وما فيهوش اي مشكلة ويعتبروا ولا شيء بالنسبة للمجهود المطلوب عمله يعني حضور كورس لا يغني على الاطلاق على المذاكرة المذاكرة هي الاساس وهي اللي بتاخد الوقت زي ما هنشوف دلوقتي مش الكورس الكورس اي حد يقدر يحضره ومش لازم يكون حاضر ممكن يحضر شوية وبعد كده يمشي شوية زي ما بيحصل في كتير من الكورسات وفي الاخر بياخد الشهادة وده معروف يعني عالميا بس هو يعني ايه لاستكمال الورقيات او الشروط فمطلوب موضوع 35 contact hours انا حابب بس اكد على النقطة دي عشان الناس ما تبقاش قلانة من موضوع الكورس لان مش الكورس هو الاساس الاساس هو المذاكرة طيب نرجع للحتة بتاعت هو احنا اخدنا كده الالجابلتي التكنيكال والبروجيكت مانجمنت الفرق ما بين الاتنين يعني فيه مصارين شاهرين جدا في مجال ممكن الكونستركشن شاهير جدا المصار ده وفي مجالات تانية برضو ان بتلاقي معظم الناس بعد التخرج مثلا ناس منهم بتتجه للتكنيكال ان هو بيبقى مهندس مدني فقط شغال في الاستراكشر مش شغال في المواقع او معمالي مثلا شغال في الدزاين او كهرباء او ميكانيكا التخصصات دي بتبقى شغالة في الانجينيرينج او في التصميم وفي ناس تانية بتم точно شغاله في الحلو أياه pushed sein coke اسمتي انه هو المفروض انه يدخل الانتحان事 هل بس الناس ب seben 들어가 هو الاساس ان الناس بتاعت البروجيت مانجميننت ده يعتبر المصاريت الطبيعي بتاعها سواء كان في الموقع والكالير ب Landing وانه هو كان في البروجيت مانجمينند شغال على تايمينج او الاسكاجول والكوس والبروكورمرت والكونتراكت وعايز ان هو يطلع البروجيت كنترول مانجر او فonos Está the box ranked logic management النقطة التانية بقى الناس اللي شغالة في التكنيكل في الغالب اللي شغال في التكنيكل بيبقى مش مهتم بشكل كبير بإدارة المشروعات بيبقى اهتمامه بالنفسه او الفيلد نفسه او النولدج الرئيسية على سبيل المثال الرجل بتاع الستركشور مهتم بانه هو يصمم الكونكريت او الستيل ويعرف كل الطرق بتاع التصميم ويمارس التصميم بشكل احترافي نفس شيء المعماري او الكهرباء او الميكانيك الحاجات دي كلها بتبقى يعني ايه اه الاصل فيها انه هو بيهتم بالتكنيكل نفسه اه لكن اه مع تطور الوضع والحياة والشركات واختلاف يعني الفيلدس اللي بيشتغل فيها الشركات بدأ يبقى فيه تقارب بشكل كبير ما بين التكنيكل والبروجيكت مانيجمنت ولقين التكنيكل نفسه بدأ يتفرع قسمين واحد كان شغال في التكنيكل وعنده خبرة يعني قوية نولدج سولد نولدج في الفيلد بتاعه بس مع ذلك بدأ انه يبقى عنده ميون للجزء بتاع البروجيكت مانيجمنت فده يعني بننصحه لحاجة زي كده انه هو اه يدخل في المجال ده خاصة لو هو في طبيعة شغله في احتكاك مستمر مع الناس بتاعة البروجيكت مانيجمنت او لو هو مسلا في التكنيكل اوفيس وبيعمل ديزاين بس في نفس الوقت بيتطلب منه معلش يعمل لنا سكاديوال خاص بالدزاين بتاعك باعتبار ان انت مثلا تكنيكل اوفيس مانيجر وعارف اين نعم في التكنيكل لكن دلوقتي انت مانيجر فبالتالي مطلوب منك بعض العناصر الخاصة بالبروجيكت مانيجمنت فبالتالي بعض الناس من التكنيكل بيميلوا لكده وساعتها انا انصحهم بشدة انه هو يدخل في مجال البروجيكت مانيجمنت ويعرفه زي مكان شغال في الموضوع الفيلد بتاعه او الجزء الفني او التكنيكل بتاعه النقطة اللي بعديها الستودينس والفريش جرادويت بالنسبة للستودينس يعني موضوع البي ام بي هو مش مطلوب على الاطلاق نفس الشيء بالنسبة للفريش جرادويت نصيحة لكتير من الناس بتسألني بيقولي انا لسه متخرج او متخرج بالسنة اللي فاتت من سنتين وعايز اكتاز البي ام بي عشان اقوي السيبي بتاعي يعني النصيحة الرئيسية بالنسبة لك انت لما هتبقى معايك بي ام بي وتروح لمكان عشان يعملك انترفيو وانت خبرتك سنة او سنتين او حتى فريش جرادويت محدش هيسألك على بي ام بي اطلاقا بل بالعكس لما هتقوله معاي بي ام بي ممكن يعتبرها نقطة سلبية لعدة اسباب يعني اولها ان هو هيقول انت ركست في الجزء الثريتيكل وما هتمتش بخبرة الموقع فاكيد عندك جاب في النقطة دي عندك فجوة كده في الجزء بتاع السايت او في الجزء بتاع الخبرات الموقع النقطة التانية ان انت بتطمح من وانت صغير لان انت تبقى في مكان اداري فبالتالي انا ما عنديش المكان ده ليك انا مش طالب مدير مشروع خبرة ست شهور او خبرة سنة سنتين مشروع خاصة لو باتكلم في مشروع كبير بيدار فعلا بجد وتحتيك ستاف مثلا كبير فبالتالي انا مش طالب مدير مشروع خبرة سنتين لا مدير المشروع عندي هيبقى خبرة عشرين سنة انت جاي معاك بي ام بي يعني عشان تاخد وظيفة ادارية او ان انت تبقى شغال في وظيفة فيها بروجيك مانيجمنت فمش ده المهمة ابدا بالنسبالي فزي ما بقولك بيعتبروها احيانا ان هي نقطة سلبية كن ان انت تعرف النولدج نفسها ده شيء كويس بيدرس اكاديميك حتى في الكونستراكشن مانيجمنت في الاقسام اللي هي فيها كونستراكشن مانيجمنت بيدرسوا المنهجيات او النولدج الخاص بالبروجيك مانيجمنت بشكل تفصيلي ده شيء كويس بس ان انا ابقى عايزة ابقى بروجيك مانيجمنت بروفيشنال محترف ادارة مشروعات وعشان ابقى مدير مشروع فده يعني مش مطلوب على الاطلاق النصيحة اللي بنصحها للفريش جرادويت انت دلوقتي بتتعلم في الموقع بسهولة بتروح تسأل اي حد سؤال هي دي بتعمل ازايش مانس لو سمحت بعد اربع خمس سنين يستحيل تسأل السؤال ده محدش هيجاوبك انت نفسك هتستحي او تتكسف ان انت تسأل السؤال ده ففي البداية اول ثلاث سنين او اول خمس سنين في عمرك حاول ان انت تشتغل شغل كويس في الموقع وخبراته مش شرط الموقع ان هو يبقى في السايت بس لا ممكن في السايت في التكنيكال اوفيس بتاع الموقع في الحاجة اللي انت حبيبها طبعا بس اهم شي يعني ما تبقاش تطلعك لان انت تمسك دور في الادارة قبل ما تاخد الخبرات الرئيسية التفصيلية الخاصة بمجالك فعشان كده الفريش جرادويت نصحت ليهم كثمري للموضوع اتسوكي ان انت تاخد النولدج نفسها ده شيء كويس بس ما تفكرش في اكتياز الشهادة فكر في خبرة الموقع فكر في نولدج وكورسات عموما لكن البروجيكت مانيجمنت او البي ام بي هي بتقيس قدراتك على ادارة المشروع من واقع النولدج اللي اكتسبتها في مجالات كتير فانت لسه في البداية فما تتصرعش الطريق قدامك ان شاء الله كويس ومسمر وطويل هتقدر تاخد شهادات كتير ويعني العلم ما بيدركش كله في سنتين لا اتقعد مثلا 10 15 20 سنة تمشي في مجالات مختلفة تمشي في البروجيكت مانيجمنت تمشي في البيزنس في البرتفوليو في البي ام او عندك مجالات كتير جدا فده يعني هديمشي فيه واحدة واحدة فما تتصرعش معلش انا طولت في الحتة دي بس عشان بيجي فيها دايما ايه اسئلة على الموضوع ده الطريقة بتاعتنا بقى في المذاكرة هنمشي ازاي في الجروب بتاعنا اول حاجة الكورس والستادي على البي ام بي استادي جروب فيه فرق طبعا ما بين الكورس واللي احنا هنعمله احنا مش هندي كورس الكورس بيتاخد في ممكن ستة ايام لو واحد يعني بيدي على سريع والاسف بيبقى فيه حاجات زي كده ستة في ستة 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 في ستة ايام وممكن انه هو يتاخد في اسبوعين شهر شهر ونص لكن احنا الجدول بتاعنا بعيد عن الموضوع ده خالص احنا الجدول بتاعنا من خمس لستة شهور عشان نكتاز البي ام بي ونبقى خطوة بخطوة بنذاكر مش بناخد كورس فبالتالي اللي احنا بنطمح ان احنا نعمله ان احنا نذاكر مش ان احنا ناخد كورس كورس في الدنيا هيديك اكتر من عشرين في المية وفي الغالب معظم الكورسات مبتديش اكتر من من خمسة لعشرة في المية بالكتير يعني من المجهود المطلوب هو بيعرفك بس الاساسيات عشان تعرف انت بقيته بنفسك وتكمل لوحدك في المنهج فمفيش كورس بيديك الموضوع كله لكن الموضوع متعلق بمذاكرتك طريقتنا هتبقى شابتر بيرويك يعني في كل اسبوع هناخد شابتر من الشابترز اللي عندنا زي ما شفته في الجدول الزمني اللي كان نازل واخلال الشابتر ده هيكون عندنا فيديوهات بنشوفها مذاكرة بنعملها وفي اخر الاسبوع اكتيبيتز او اسئلة بنحلها from passive to active learning الطرق التقليدية للتعلم ان انا ابقى passive learning او ان انا ابقى قاعد متلقي واحد عمال يشرح لي وانا بستقبل المعلومة وخلاص وده يعتبر حاجة passive ان انا قاعد ما بعملش شيء انا يعني معلومتين لقطهم والباقي واقعوا مني فخلاص فضع الفيديو جاري وخلص او حتى لو سمعته 3 ا4 مرات مهما كان طالما ما عملتش الشغل بايدي او ما حاولتش ان انا اذاكر بنفسي فانا كده في ال passive learning ان انا بتعلم بشكل ضعيف جدا جدا ال active learning معناها ان انا اخد المعلومة بقى بنفسي وان انا اذاكرها ولخصها وعمل لها summarizing وعمل notes لنفسي وحاول اعمل النوت دي بشكل graph معين مثلا على شكل mind map او على شكل مثلا شارت معين بحيث ان انا اهضم المعلومة وما اخدهاش بس كده لا ده كمان لخصتها وحطتها في الطريقة اللي انا اعرف افهمها بيها واعرف اراجعها في الوقت اللي انا عايزه فدي نقطة مهمة جدا في المذاكرة النقطة اللي بعديها العنصر الزمني when and how long اول حاجة لtime schedule احنا نزلناه وهو موجود هنا هتلاقي ان هو بيبدأ saturday 5th of august اول محاضرة تبقى الخامس من august هيبقى بننزل فيديو في الوقت ده وبعد كده monday بننزل فيديو تاني وونس داي بننزل فيديو التالت التلاتة دول هم الفيديوز الخاصين بالشابطة الاولاني ويوم الجمعة هتبقى حل الاسئلة والفيديو الخاص بيها طيب هل انا بتفرج على الفيديو بس لا الفيديو ان انا بتفرج عليه عشان يفهمني عشان يشرح لي بعد ما شرح لي الموضوع محتاج ان انا ادخل بقى اذاكر زي ما هنقول بعد شوية الconvenient progress rate انا محتاج ان انا امشي بمعدل منتظم وعشان كده حطينا الجدول لهو طويل اوي ولا هو مضغوط جدا يعني فيه ناس بتوصل للموضوع وبتحقق النهاية تجتاز الشهادة في ثلاث شهور مثلا وبيبقى الموضوع compressed بالنسبة له وفيه ناس بتوصل مثلا في سنة واحد بيعود سنة وفيه ناس شفنا تجارب اللي عادة 4 سنين وخمس سنين وكل شوية يزاكروا ويميل ويرجع ويذاكر تاني وهكذا فعشان كده حبينا نحط حاجة منطقية ان هي ما يبقاش فيها ضغط خاصة ان كلنا يعني بنشتغل او عندنا اعباء تانية في الحياة اللي بيشتغل اللي متجوز اللي عنده اولاد وبيذاكر لهم اللي عنده مسئوليات تانية فبالتالي محتاجين ان حاجة فعلا تبقى منطقية تبقى لوجيك نقدر ان احنا نمشي عليها كلنا والميزة في الجدول الزمني هو الكميتمنت الكميتمنت معناه ان انا ابقى فعلا ملتزم بتوقيتات عارف ان انا في الاسبوع ده لازم اعمل كذا والاسبوع اللي بعده بازن الله لازم اخلص كذا فبالتالي الكميتمنت ده هو اللي بيدينا الحافز ان احنا فعلا نخلص طبقا للخطة او ان احنا نخلص اللود اللي ورانا طيب الفيزز بتاعت المذاكرة طبعا الجدول زي ما انتوا شايفين هو عبارة عن مذاكرة بس ما اتكلمناش في ريفيو خالص هيبدأ في اوجست هياخد 8 وتسعة وتقريبا معظم عشرة لغاية 23 اكتوبر نبقى ان شاء الله مخلصين الفيز الاولنية او السايكل الاولنية الخاصة بالمذاكرة طيب انا كده ذاكرت هل اللي ذاكر ده بيمتحن يعني في الامتحانات اللي مرت علينا كلنا بتهالي سواء كانت في سانوي في كلية في غيره اتوقع محدش كان بيذاكر بس اكيد كان بيبقى فيه مراجعة في معلومة شهيرة بتقولك ان اي ماتيريال او اي مادة علمية انت بتعدي عليها 3 مرات بتبدأ تثبت في دماغك مع المرة التالتة فعشان كده اقل سايكلز عندنا هتبقى 3 اقل عدد من الدورات هتبقى 3 الاولى اللي هي الستادي اللي احنا فيها التانية الريفيو بتبقى اسرع طبعا نص وقتها او اقل والتالتة اللي هي الريفيو الاخير بتبقى اسرع واسرع بتبقى تعدية عامة وخلال المراحل دي بنبدأ ان احنا نقيم نفسنا الطبيعي مثلا ان انا في البداية بيبقى مستوى الاجابات عندي في الستادي بيبقى 65% بينتقل لـ 75% مثلا في الريفيو 1 وفي الريفيو 2 بيوصل 80-85 او بيعدي الكلام ده لـ 90% طبعا على حسب نوع الاسئلة اللي احنا بنتكلم عنها هنعرف الكلام ده بعدين المهم ان انا في الفترة دي وانا بقيس الاداء بتاعي لو لقيت ان الاداء قليل ضعيف ما قدرتش اوصل لـ 75% في الريفيو 1 او مسلا ما قدرتش اوصل لـ 85% في الريفيو 2 فممكن انا بحتاج سايكل كمان طيب فبالتالي الجدول اللي عندنا ده خاص بعملية الستادي وهينزل جدول تاني وتارت لي الريفيو مع الوقت ان شاء الله طيب كانت ظهرت بعض الاسئلة من بعض الزملاء موضوع الاجزام على الـ 5th edition مازال الامتحان موجود على الـ 5th edition لغاية 31 ديسمبر ان ما كانش بعد كده والتوقع ان هو يكون بعد كده لانه حتى الان لسه ما تحددش على موقع الـ PMI رسمي امتى المعاد بيقوله في Q1 Q1 من 2018 الـ 1st quarter الاولاني ده معناه ان هو خلال اول 3 شهور جنوري فبراوري مارش كل ده معاك ممكن ان يبقى فيه والتوقع ان هو مش هيبقى في جنوري يعني ممكن انه يبقى بعد كده فمعانا الوقت كافي جدا جدا ان احنا نذاكر ونعدي ونكتازي الامتحان باذن الله النقطة اللي برضو هركز عليها بس يعني بعيدة ان شاء الله عندنا لو حد مثلا تخلف لقدر الله من الجروب عندنا وبعد كده حاب انه يذاكر تاني العلم ما بيتغيرش مش معنى ان في حاجة اسمها 5th edition و 6th edition هيبقى فيه اختلاف بل بالعكس يعني هو بيبقى بيأكد على القديم مع شوية تحسينات بسيطة وهو الاصدار السادس نزل بالفعل اللي منكم اطلع على الكنتنس بتاعته عارف ان الاختلاف يعتبر مش حاجة جوهرية الاختلاف لا يتعدى 5% في الموضوع يعني فبالتالي يعني لو واحد اصلا كان مذاكر وفي المراجعة راجع على ال 6th edition فهيفهم الموضوع بسهولة يعني مفيش اختلاف جوهري لان العلم نفسه واحد مش هيتغير مش هجيبه حاجة جديدة يعني التغيرات بس بتبقى تحسينات فده ان شاء الله مش وارد وكلنا ان شاء الله هنخلص على ال 5th edition في التايمينج اللي فاضل السكوب والماتيريال اللي احنا هنذاكر منهم عندنا كتابين شهيرين البيم بوك او بروجيكت مانجمينت بادي اوف نوليج وكتاب التاني اسمه ريتا ريتا دي يعني كانت واحدة موجودة في المعهد وكانت بتعمل زي شغل كويس ان هي بتشارك في وضع الاسئلة وبتشارك في اعمال البي ام اي نفسه وعملت مؤسسة لنفسها بحيس ان هي يعني ايه تنزل حاجة زي سلاحة تلميذ كده كتاب يكون سهل للفهم للدراسة مع اسئلة مع شوية تولز تانية عشان تساعد الناس على موضوع الدراسة الكتاب بتاع ريتا الفرق بينه وبين البيم بوك انه هو اسلوب سهل البين بوك عامل زي الكود لو معظمنا مهندسين اتعامل مع حاجة اسمها كود على سبيل المثال مثلا كود الخرصانة المسلحة بمتفتح الكود بتلاقي كم من المعادلات ورا بعضه عمال يترص مفيش مثلا ايه امثلة مثلا او دردشة او حاجة في النص كويسة على عكس مثلا المحاضرة بمتيجي تمسك محاضرة الدكتور مثلا بتلاقي اه في شوية امثلة مع شرح مع كلام من ده فهو ده الفرق ما بين الاتنين ان البيم بوك عامل زي الستاندرد معلومات معلومات ورا بعضها بشكل مستمر اما ريتا بتكلمك اثناء القرية هتلاقيها عمالها تقولك اعمل كذا واخد بالك ومش عارف ايه وشوية تلاقيها بتنكد بتقول نكت كده لزيزة في الموضوع وتوصيات فهتحس ان الكتاب ايه فيه تفسير وتوضيح بشكل اكبر الاتنين بياخدوا نفس المجهود بس معظم الناس بتحب كتاب ريتا معظم الناس بتحب الحاجة اللي فيها اسلوب سهل وسلس فعشان كده كلنا تقريبا ان شاء الله هنذاكر من كتاب ريتا الا لو حد حس ان الكتاب ممل وان هو ما بيحبش الاسلوب ده وفيه عشرة في المية من الناس تقريبا ما بتحبش الاسلوب ده بيحبوا الاسلوب بتاع البينبوك الخاصة ان الناس اللي هي ما بتملش من العلم ويعني انا مش كده ومعظمنا مش كده يعني معظمنا بيمل من رتابة العلم مثلا وان هو ورا بعضه يعني بس فيه ناس بتبقى حبه الموضوع ده ان هو علم علم ورا بعضه وهو حابب الموضوع ده فبيحس ان البينبوك ساعتها اسهل فالخيار طبعا متروك ليكم في اول شابتر كده هنجرب هنا وهنا وهتشوفه وكل واحد يرسع على الاسلوب اللي هو حابه ويعني زي ما بقول انا برشح ليكم ريتا باعتبارا تسعين في المية من الناس هتبقى حب القرار ده الا عشرة في المية هيقوله بيمبوك في ملاحظة تانية ان كتاب ريتا وانت بتذاكر اول مرة هتحس انك مستمتع جدا وانت بتقراه وانت بتراجع تاني مرة لو حبيت تقرأ كتاب ريتا مش هتطيق هتحس ان الموضوع يعني صعب قوي ليه لانك خلاص فهمت المعلومة مش محتاج حد بقى يعد يبسطها لك بقى بزيادة هتقوله يعني اقلب خلاص انا فهمها الحتة دي عديها يعني فساعتها هتلاقي ان البينبوك كتاب عظيم جدا وايه ده فيه فعلا المعلومات مترتبة بشكل كويس وجميل وساعتها فعلا تحس ان الكتاب كويس وسهل وبيتفهم لانك خلاص اكتزت مرحلة الفهم انت عديت النقطة دي انت بس ايه خلاص بقى تفهم كل حاجة وعايز تراجع بس عايز تشوفها مسرودة ورا بعضها وتراجعها فساعتها هتلاقي البينبوك هيبقى افضل يعني بس مؤقتا في الفترة اللي احنا فيها في فترة المذاكرة خلينا فريتا الا اللي هيحس ان هو يعني ايه مش حب بالاسلوب ده او مالل ممكن ان هو يدخل على البينبوك الخيار زي ما بقول متروك ليكم في مشكلة تانية كان بعض الناس اثرها موضوع اليوديمي او الموقع الخاص بالكورسات اتوقع ان كتير من الناس عارفينه كنا حاولنا ان احنا عملنا الكورس بتاعنا على يوديمي او الفيديوهات يعني على يوديمي بحيث ان يوديمي بياخد الفيديوهات مننا وبيخليك ان انت تتفرج عليها ويسجل اسمك وان انت تتفرجت عليها فعلا ولا لأ وبعد كده في النهاية بيديك شهادة الشهادة دي بتبقى فالد ان انت تاخدها من ضمن الدوكمنس بتاعتك يعني في التقديم للبي ام بي الشهادة طبعا المفروض ان هيها تبقى 35 ساعة فالكورس اللي احنا كنا عمينا او عدد الفيديوهات حطينا مجموعة من الفيديوهات كده للبروجيك مانجمينت مع التولز بتاعت البريما فيرا فكانت العدد كان حوالي 26 ساعة ونص تقريبا وزودنا عليهم شوية اسئلة باعتبار ان الاسئلة اثناء حلار تاخد ساعات وكتبنا في الشهادة ان هي بتدي 35 ساعة فجاء يوديمي بعد كده حط استراتيجي جديدة غير الموضوع ده وقال ان لا هو هيتم الحساب على عدد الساعات الفعلي للفيديوز فبقى يطلع للناس شهادة مكتوب فيها 25 ساعة ونص فما بقيتش ايه نفعة فقدامنا حل من الاتنين الموضوع ده برغم ان هو الموضوع مش كريتيكال قوي دلوقتي ومش الهدف خالص موضوع الكورس الكورس انسو دلوقتي نقدر ان احنا تبروسيد فيه بأي طريقة طرق له كتيرة جدا الاساس واللي بياخد وقت والمهم في الموضوع كله هو المذاكرة بس بنحاول ان احنا نعالج ده بان احنا هنزود عدد الفيديوز او حجم الفيديوز اللي موجودة بحيث ان هي تدي ساعات اكتر عشان توصل ل 35 ساعة وهنقولكو على حلول تانية بديلة في وقتها بحيث ان احنا ايه ناخد الشهادة بتاعة 35 ساعة فمحدش يستعجل على الشهادة او محدش يقلق من الموضوع ده الموضوع ده بسيط بزيادة يعني محدش بيشغل بله بيه ممكن تلاقي الف واحد اخدوا كورس لكن مثلا عشرين منهم هم اللي اجتازوا الامتحان او حاولوا ان هم يذكروا وده فعلا حقيقي كتير جدا 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 من الناس بتاخدوا الكورس وبعد كده خلاص ازهقت انا كفاية ان انا خدتوا بالعافية كفاية ان انا فرغت من وقت وقت عشان اروح احضر المحاضرة وزوغ في نصها وبعد كده اخدت الشهادة فالحمد اللي على كده انا وده هدفنا في الجروب موضوع ان احنا نشجع بعض لما تلاقي ناس كتير بتحفزك وعملين نتكلم في نفس الموضوع ومشيين بنمط كويس او بنفس الجدول الزمني المعتدل ده هو اللي بيحفز ويمكن ده بفضل الله هو سر النجاح في الموضوع للكورسات اللي فاتت او للدورات اللي فاتت انتوا عارفين طبعا الجروب بقى لها فترة وكان في ناس ايه يعني بفضل الله عدد كبيرة جدا اجتازت الامتحان من خلال الجروب كان السر الرئيسي في الموضوع موضوع ان الناس ملتزمة بالجهد الجماعي انه كلهم ماشيين على جدول زمني واحد وماشيين من خلاله عمليين بيذكروا للمنهج ده ويعني ده كان الكيورد في الموضوع كلها يعني فيودمي اوارز اللي كان يدخل على يودمي يعني وياخد الشهادة ما يقلقش من موضوع الساعات دلوقتي وما يشغلش باله المهم الاساس في الموضوع فعلا المذاكرة الريكمنديشن اللي عندنا هنا اول حاجة ريلايز بفور ميمورايز ضروري جدا موضوع الفهم قبل الحفظ الامتحان يكاد يكون ما بيمتحنكش خالص في الحفظ الا ممكن يبقى فيه من المتين سؤال اللي بيقولك ممكن منهم سؤالين او تلات اسئلة في الحفظ فقط فما تفكرش ان انت تحفظ خالص اللي بيحفظ ما بينفعوش الحفظ اهم شيء الفهم اللي لو عايز تحفظ بعد الفهم دي حاجة تانية دي ما فيهش مشكلة لكن اهم شيء الفهم simple before difficult فيه براكتس كده شهيرة قوي عند ناس كتير كانت بتذاكر بين بي فترات اللي فاتت السنين اللي فاتت يعني ومنهم اللي توقف وكمل تاني ومنهم اللي توقف وماكملش هي فكرة انه كان بيقابل حاجة صعبة بيوقف دايما الصعب بيوقفك البركتس الشهيرة شابتر الاسمه شابتر الانتجريشن اللي هو تكامل علوم ادارة المشروعات الشابتر ده البيم اي حطه في البداية في شابتر فور هو هاو تو انتجريت الشغل بتاع البروجيك مانجمين بس انا لسه ببدأ في البيم بي ومحتاج اخطه خطواتي الاولى فمحتاج اجري شوية عشان احفز نفسي اللي بيحصل الناس بتاخد شابتر الانتجريشن وبيحس انه هو خبط في الحيطة وبيلاقي ان الموضوع ايه تقيل وصعب طيب اعمل ايه اقف شوية كده رايح طيب خلصت وريحت عدت مسلا اسبوعين شهر شهرين رجعت تاني ارجع اعمل ايه ابدأ من شابتر واحد وهكذا اتنين تلاتة اربعة اقف عند اربعة وريح شوية وعكذا ابدأ من واحد اتنين تلاتة اربعة تاني وهكذا لو دخلت في اللوب دي مرتين تلاتة خلاص بي اي اسم ان هو اساسا ايه هيذاك البيم بي وهيمشي عشان كده لو تلاحظوا في الجدوى اللي احنا كنا حطينه كنا حطين شابتر الانتجريشن في الاخر خالص الانتجريشن في ساتردي 14 اكتوبر والشابتر الاولاني اللي مشينا فيه الفريمورك بعد الاسكوب على طول الاسكوب ده شابتر فايف فعملنا زي سكيب او تجاوزنا للشابتر بتاع الانتجريشن ده للستراتيجي دي وناس كتير جدا جدا شغالة بنفس الاستراتيجي ان هو بيدخل على الاسكوب الاول او بيدخل على السهل عشان لما بعمل حاجة كويسة او وريكورد بالنسبالي ده بيحفزني ان انا اكمل نفس الشي لو في حاجة تانية غير شابتر الانتجريشن قبلتنا خلال الشرح ولقينا ان انا الشابتر كويس فاهمه زي الفل بس في صفحتين منه واقفين معايا ماينفعش افضل واقف عليهم الاهم عندي ان انا اكمل على تايم سكيجول ده واسناء المراجعة او بعديها او من السؤال مع الزمله او غيره هقدر ان انا بس اهم شي افضل ماشي مع السكيجول لان لو حصل او ان انا ما استمرتش مع الجدول الزمني ده اللي بيثبت الهمة وبيخليني اقول خلاص بقى انا ضعت مني بقى الموضوع لما يبقوا يعملوا المرة الجاية بقى بعد ستة شهور بقى التحف معاهم ومش عارف ايه فاهم شي ان انا التزم بالجدول الزمني فعلا وعلى قد ما اقدر احصل ولما لقي حاجة صعبة اسأل فيها لقيت ان الموضوع مطول اقلبها وخليني مكمل مع الجدول الزمني ضروري جدا طبعا ان ما يبقاش الموضوع بتعلم عشان نرك الموضوع على العرف لا مهم ان انا اطبق وطبعا التطبيق يستحيل ان يكون كله ان انا خلاص انا اخدت المنهج فعايز بقى اروح اطبقه كله ده يستحيل انا يعني لو بطبق step by step فده يعتبر improvement كويس جدا جدا ان انا ايه كل فترة كده كل مثلا تلات اربع شهور الا كل شهرين اخد حاجة جديدة من اللي كنت تعلمته وطبقه ده يعني على مر مثلا سنتين هلاقي نفس ان انا مطبع حاجات كتير جدا ايه carefully select training course ودي كنا تكلمنا فيها بس يعني حابب ازود نقطة بس على النقطة دي لو حد استعجل واخد training course خلال الفترة الجاية يعني مثلا لا قدامه اي opportunity مثلا فرصة انه فيه كورس معمول وعايز اخده فاهم شيء نصيحة للموضوع ده اللي هياخد اي كورس لازم يسأل على المحاضر كويس ولازم ما يبقاش بنظام سلق البيض ما يبقاش سريع ما ينفعش ان انا اقول انا اخد كورس بسرعة انا بزنق في الوقت عشان الصف جايه وعايز اصيف ومش عارف ايه وورايا المدارس وورايا شرح الاولاد وورايا مش عارف في الشغل هنعمل حاجة جديدة وفي اصحابي هعمل معهم مش عارف ايه فده هيخليني اضطريني ان انا اوافق بموضوع الستة في ستة اللي هو ست ايام في ست ساعات ست ايام معناها ان انا بروح يوميا بالليل بعد الدوام افضل قاعد من الساعة ستة للساعة اتناشر او من الساعة اربعة للساعة عشرة ست ساعات لمدة ست ايام اعمل ايه اروح اخد العلم كده يلقى علي اول ساعتين مركز بعد كده اللي اربع ساعات نايم بعديهم رحت نمت صحيت رحت الشغل رجعت من الشغل اللي ذكرت طبعا ولا فاكر اللي تقلم باره وبعد كده همت جاي رايح تاني واخدت ست ساعات تاني فهمت منهم ساعتين المرة دي برضو اللي ساعتين ونص والباقي ما فهمتوش وقلبت فطبعا يعني حاجة غير عملية وحاجة غير منطقية فعشان كده نصيحة للي هياخد اي كورس ما تاخدش في اليوم اكتر من اربع ساعات لان الساعة اربع ساعات انت يعني هتفصل في يوم الساعة الاخيرة دي هتحس ان انت ايه يعني بالعافية بتجمع ايه اللي بقى يعني ايه شاي بقى وقهوة وكلام من ده وتحاول تاخد ريست كويس في النص بين الساعتين والساعتين مثلا والكلام ده تاني حاجة ما ينفعش ان هو يبقى يوميا لان انت عارف انك بشتغل فانت هتسمع المحاضرة بالليل وهتروح الشغل تاني يوم تتشغل ومش هتزاكر ومش هتطبق فهتنسى اللي تقال ده اكيد يعني طالما ما راجعتوش يبقى نسيتو يبقى عملت ولا حاجة يعني ضيعت وقتك عالفادي فيعني على اقل يبقى مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع بحيث من يديك فرصة ايه انك تريح وتفهم وتعلم كده على الحاجات اللي وقفت معك وانت بتزاكر وتروح المحاضرة الجاية تسأل المحاضر انت قلت المرة اللي فات كذا ده نعمله ازاي تبدي انا ما في امتهاش عدهالي لو سمحت الكلام ده كله لكن سلق البيد ان هو يبقى ورا بعضه يعني دي براكتس سيئة جدا والاسف ناس كتير من المحاضرين بيستغلوها انه هو ايه اللي قدامه هيهنج فانا اقول اللي عندي بسرعة عشان ما يسألنيش فيه واضرب المعلومة بسرعة ويجري فاخدوا بالكوا يعني من النقطة دي النقطة الاخيرة بقى والمهمة جدا جدا prepare valuable summary ضروري جدا ان انا زي ما قلنا يبقى فيه active learning ان انا ابقى ببزل مجهود مش هنجح ومش هعد الامتحان من غير مبزل مجهود انا مش داخل اتفرج على فيديوز او اتفرج على مجموعة كده من السلايتس وهي بتعرض قدامي وحد بيتكلم ده كده ما بيعلمش ده مش تعليم ده تسهيل للتعليم لكن التعليم ان انا فعلا نبقى active وغيري قبلي عمل الكلام ده بسهولة وعدة موضوع بس عزيمة كده ومحتاج ان ايه ان حد يشجعه فبالتالي انا داخل الموضوع وعارف ان انا هبز الجهد وان البزل الجهد ده مش حاجة مستحيلة بل بالعكس حاجة سهلة جدا وممتعة خاصة ان انا بنذاكر مع بعض وجروب وتواصل على النت والجروب يعني كل الناس بتناقش فيه هتحس الموضوع ممتع جدا ولزيز جدا وغيرنا قبليها عملها بسهولة ويعني عدد الاف اجتازوا الامتحان وذكروا قبلينا عملوا الجهد ده فمهم جدا ابقى انا مستعد وابقى انا هبزل المجهود هبزله ازاي بقى انا محتاج اشتغل بطريقة من الاتنين الاولى فيهم ان انا اخد نوتس يعني تلخيص يعني وانا بقرأ الشابتر الاول هسمع الفيديو بتاعه وبعد ما سمعته فيديو مثلا ربع ساعة نص ساعة تلت ساعة على حسب الايام بتختلف عن بعضها بس في الرنج ده بعد ما سمعته مسكت الشابتر بقى والشابتر متقسم على تلات محاضرات سابت واثنين واربع جيت اخدت يوم السابت والحد دول للجزء الاوليني اللي هو تلت الشابتر ده قعدت قريته وفهمته هياخد مني مسلا ساعتين مذاكرة لليومين دول وفي الساعتين دول هلخص اللي بيتقال وحط تحتيه مسلا خط زي اندرلاين او هايلايت وانقل الكلام ده للنوتس بتاعتي اجيبكوا الراسة كده جميلة شكلها كويس ومتينة بحيث انها تعيش معايا مثلا الست شهور او السبع شهور اللي هنعودهم ايام كان وتعيش كمان معايا بعد كده العمر عشان ارجع لها وابقى فرحان ان انا ايه حاجة قيمة معايا وبكتب فيها وبسجل فيها ملاحظاتي وابدأ ان انا الخص فيها المهم في اللي اتعلمته لان مش كل اللي انا قريته كلام مفيد في جزء منه تيسير للفهم تسهيل للفهم عشان لما اجي اقرأ المعلومة يعد يشرح حالي ويقول حاجات كتيرة بس في الاخر انا فهمتها لما فهمتها اقدر ارخص الصفحة في سطرين ثلاثة اربع سطور مثلا اكون ملخص اللي اتقال في الصفحة دي وفهمته وكتبته بطريقتي مثلا او لحاجة بحيث ان انا اقدر ارجع له بسهولة في فايدة او ميزة السمري ده فاننا بعد كده في فترات المراجعة الاولى والتانية او التالتة لو حد يحتاج مراجعة تالتة كمان في فترات المراجعة دي يستحيل ان انا ارجع اقرأ الكتاب من اول وجديد اللي هو كتاب البينبوك او كتاب ريتا انا محتاج اقرأ حاجة سريعة محتاج اقرأ ملخص مفيش وقت انا محتاج ان انا اعرف المعلومات المفيدة اللي انا محتاج اعرفها بس مش ان انا اقرى مرة تانية فعشان كده الطريقتين اللي عندنا الاولى ان انا اخد نوتس والتانية ان انا اعمل هايلايت او اندرلاين تحت الكلام طبعا الهايلايت بيبقى اقل شوية في في الكفاءة لسببين سبب الاول ان لما باخد المعلومة واكتبها باقي دية بتثبت في دماغي اكتر لان انا كتبها بقى باسلوبي وعشان اعرف اكتبها كتعدت على مخي الاول ففهمتها فكتبتها اما الهايلايت انا بخطط بس يعني ايه اه دي كانت مهمة وامجيها حد تحتها خط يعني الميزة التانية في الموضوع طريقة المراجعة انا برجع اصرع لما بيكون معايا مثلا 20 صفحة للمنهج كله غير لما بيبقى معايا 350 صفحة وانا عامل الاندرلاين تحت حاجات معينة ابدأ بقى اربط وكلام من ده وخاصة اننا وانا بلخص بالاندرلاين ببدأ اننا عايز احاول اربط الجمل مع بعضها مش عارف حروف الجر اللي كانت هنا غير اللي هنا وعقد عمالي حاول ادور على حرف جر في النص عشو نزبط الجملتين اللي فوق واللي تحت فيعني ما بيبقاش عملي قوي وبتعب فيه وبياخد وقت زيادة على الفاضي واقل في الكفاءة الافضل بكتير ان انا يبقى عندي سامري عبارة عن نوتس انا اللي واخدها وانا اللي عاملها بنفسي دي كده 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 اتاخر ملحوظة معانا اللينكات اللي قدامنا دي اتوقع يعني تعريبا كلنا معانا اللينكس دي اللينك الاولاني اللي هو الجروب بتاعتنا واللينك التاني اللي هي الشانل بتاعتي اللي محاطط عليها الفيديوز وهننزل الفيديوهات منها اللي عايز يسبقنا يبقى شيء كويس طبعا اللي حابب انه يحضر الدرس لكن اهم شيء محدش ابدا يتأخر عننا خالص ان شاء الله اللينك التالت اللي هو موقع udemy.com على سعداني بم بي اللي هو الكورس اللي موجود نفس الفيديوهات اللي مرفوعة على الموقع قبل ما اختم بكرر تاني بس النقطة دي ان احنا اللي بنعمله مش كورس احنا مش جايين نتلقى كورس احنا جايين نذاكر احنا جايين نبذل جهد وجهد بسيط وممتع وان شاء الله كلنا هنبذله وكلنا هنعدي مع بعض بنفس السكاجوة اللي ماشيين بيه وبالروح الجماعية اللي بقى ان شاء الله فيها بركة بسبب يعني احنا بنبقى كلنا بنبذل جهود مع بعض والجروب بتاعت الفيسبوك اللي هيبقى عليها تواصل ما بين الناس اللي عنده سؤال هيدخل وهيسأل والناس هتجاوبه واللي ما كانش عارف المعلومة هيعرفها من اجابة الغير وهيحصل تعلم يعني جماعي بشكل كويس فيعني اي حد عنده اسئلة ينزلها باستمرار على الجروب سواء الاسئلة قبل ما نبدأ او خلال ما بدأنا وفترة ما بنذاكر لان ميزة السؤال للجروب ان ممكن تلاقي اراءة متنوعة ممكن ما تلاقينيش انا جاوبته وحد تاني جاوب لان انا مش هيبقى الوقت دايما يعني متاح 100% فهتلاقي مثلا تفاعل من الزملاء وغير كده يعني التفاعل ده بيخلي حد تاني ان هو يجرب يرد ويقول رأيه ورأي على رأي بيبدأ الناس يتكون عندها فكر يعني سلد اكتر او فكر يعني صلب بشكل كويس فاللي عنده اي اسئلة سواء قبل الامتحان او قبل سولي بداية المذاكرة او بعدها يبدأ ينزل الكلام ده على الجروب ويبدأ ان هو يتفاعل مع الاخرين ويبدأ انه يسأل باعتبار ان يحصل تفاعل ويحصل صدقات او جروب بعض الزملاء كان طلب موضوع جروب الواتس اب اتوقع ان مش كل الناس هيبقى متاح لها ده خاصة ان بعض الزميلاتنا يعني ما بيحبوش ان هو يبقى ايه الرقم بالتليفون متداول او كده وغير كده كمان بيبقى فيه هدك عالي قوي والرفرنس ما بيبقاش سهل في الواتس اب على عكس الفيسبوك الفيسبوك هو بوست وتحتيه كومنس وتقدر ان تدخل على الكومنس واحد واحد وتشوف الكلام اللي فيها لكن الواتس اب كتابة سردية كلها ورا بعض فانت هتلاقي المواضيع تدخلت مع بعضها لو حبيت ترجع على ايه موضوع يعني موضوع الرفرنسينج فيه يكاد يكون مستحيل يعني في الواتس اب فممكن الكلام ده يبقى فيه اكتر من جروب واتس موجودين بحيث ان اي كوميونيتي او اي مجموعة زمله مثلا مع بعضهم عشان يشجعوا بعض كويس ان هم مثلا يعملوا جروب ولو حب حد ينضم ليهم يعني ممكن ان هو يبقى معاهم ويبقى فيه اكتر من جروب موجودين للتحفيز يعني بس ده مش هيبقى حاجة رئيسية للمذاكرة يعني هتبقى بس ايه للورك جروبس الاصغر شوية من الجروب الرئيسي بحيث ان هي ايه الناس فيها تبقى بتتكلم بشكل اسرع واحد عايز معلومة بشكل سريع فاصحابه اللي معاه على جروب الواتس يردوا عليه ويعني في معظم الناس اللي بيدرسوا اي حاجة مثلا اكاديمية او احترافية في الغالب ده بيحصل يعني بيبقى فيه جروب رئيسي لامي من الناس بس في نفس الوقت بيبقى فيه ساب جروبس الجروبس الفرعية اللي بيبقى فيها مثلا خمسة ستة سبعة بحيث ان هم ايه بيتعاونوا مع بعض بشكل سريع عشان يلحقوا على ردود بعض ويفيدوا بعض يعني في النهاية اقول لكم يعني بالتوفيق ان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا وتكتازوا الامتحان وان شاء الله هتكون رحلة ممتعة نقعد فيها مع بعض فترة كويسة ستة شهور ممكن او خمس شهور وان شاء الله نتعلم مع بعض حاجات كويسة ونتفاعل مع بعض وتكون ايجابية حاولوا ان انتو من هنا بقى لغاية معاد بداية الدراسة ان انتو بقوا مستعدين وتبقوا الحافز موجود وبقى كل واحد ايه يعرف هو هيشتغل ازاي واي اسئلة عندكم نزلوها على الجروب بتاع الفيسبوك ونشوفكم على خير وبالتوفيق ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله